موسيقى جاء الشتاء هذا العام شديد للغاية مما أدى إلى غرق في شوارع الإسكندرية وذلك بسبب اندفاع المياه خارج البحر ولهذا لم يعد فصل الشتاء بتبيعته المعهودة من الفصول المحببة لدي الكثير من أهل الإسكندرية وأكد العديد من المواطنين أن الشتاء هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة عمر 40 سنة وأول مرة أواجه موجة البرد اللي بتحصل في مصر بالطريقة دي بيقولوا أن هي من 200 سنة ما حصلتش إحنا الدفيات خلصت من الأسواق من قمة البرد ونشر الكثير أيضا من مصريين العديد من الرسومات الساخرة التي تعبر عن مدى شعورهم بالبرد وكان أحد هذه التعليقات في الصيف بننزل البحر وفي الشتاء البحر بيطلع لنا وصورة أخرى أيضا للموناليزة وهي ترتدي البطانية وشخص آخر يعلق ساخرا حتى أنت يا موناليزة لو حبيبتك قالت لك أنا ساعانة بلاش تقلب محمد فؤاد في الكليب بتاعها لو عايز تفتكرني ثم يديها الجاكب بتاعك عشان فؤاد فوض الرائب بعدها في السرير طول الكليب وما زالت تقاليد المصريين من تناول حمص الشام والزورة المشوي مستمرة وزاز أيضا هذا العام وذلك للتخالص من هذا البرد الشديد دورة المشوي والفشار أكتر حكتني يعني بيعوضون عن البرد شوية بقى لي 17 سنة وأنا قاعد هنا كده وبيع الدورة بس في الشتاء بقى ربنا بيسهل والناس بتيجي تشتري بيبقى فيه سوق وجلاب علشان خطر الناس بيبقى سععانة فبتلاقي الفحم شغال بتيجي تاخد دورة وتمشي وبدي أخدوا بيطلعوا على الكبرى فوق بيشربوا حمص كله شغل وفشار وفي إطار هذا الشتاء القارس قام أحد خبراء الصحة بإعطاء بعض النصائح التي يجب اتباعها في هذا الفصل ومنها تناول مشروبات الساخنة والمش كثيرا نسمعودة القاهرة اشتركوا في القناة